السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 حقيقة بالارقام نحن استطعنا تقليص هذه الزهرة بشكل هائل ويكفي انه يتم ضبط كل محاولات الغش الالكتروني لم يتجاوز 10 محاولات من 650 الف طالب رأي صريح الغش مسؤولية مكتبع بأسره السؤال مهم هل يساعد الاعلام على دراسة الظاهرة والعمل على ذات الوعي ملحوظة برضو الدكتور طريبي يقولها انظروا الى نتاج السنة العامة العام الماضي ويدرسوا جيدا هل استفاد الطالب من محاولات الغش انتوا علقوا على الكلام ده رجاء بسيط من وزير التربية والتعليم انتظروا نتائج التحقيقات الأسبوع القادم وخلاصة القول ننتظر ونتذكر ان القضية تعكس جزور المشكلة وهي انحصار الرغبة في التعلم وتعظم الشهية الدرجات وشهادات بلا تعلم وبأي طريق ده كلام وزير التربية والتعليم وبيقولك كمان توضيح مهم عن امتحان الفيزياء الموضوع انتهى بضبط المتسببين والامتحانات بتسير على افضل ما يكون والذلك لنا نريد الاسترسال في مثل هذه الموضوعات الملاحظة المحورية ان الورقة المصورة في السيارة ليست بحاوز الطالب ولا علاقة طلب الامتحان او الدرجات او تكافؤ الفرص نحن نحقق مع المتسبب وهي من الامتحانات الاحتياطي يعني انا بستغرب اللي بيقولك تم حال مسببين واللورقة ده متخصش اي طالب لكن يعني ازاي دوتور طاري يعني جابها منين يعني تم حال مسببين لتحقيق وتعني وزارة نتيجة تحقيق الاسبوع القادم ركزوا يعني انا بستغرب ان وزير التربية والتعليم بيقولك ان ده من اين من الامتحان الاحتياطي ازاي تطلع اصلا ده كان تصريحات وزير التربية والتعليم خلال الساعات الماضية فهل من تصريح جديد لوزير التربية والتعليم يأكد ويقول ان المتسبب في التسريبات فلان ابن فلان هل ممكن نقدر نقول ان اللي تسبب في التسريبات هو شخص بعينه هيقول بعد اسواء اقول لك الكلام ده خلال اسواء القادم هنعرف لكن نركزوا في اللي جاي ونقول يا رب ده كانت اخر تصريحات وزير التربية والتعليم التي توسير الجدل بين الطلبة واولياء امرهم ربنا يكتب لمصر خير والسلام اقول دايما يا رب في امان الله